قال المصنف رحمه الله وعن عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية رضي الله عنه في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث وفيه أن السائب ابن أخت نمر صلى مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين صلى معه الجمعة صلى مع معاوية الجمعة يقول السائب فلما سلم الإمام فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت يصلي ماذا؟ النافل قال قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي دخل إلى مجلس أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج لا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج لا يختص بالجمعة كل الصلوات المكتوبة لا توصل صلاة بصلاة الآن بعض الناس إذا سلمنا الصلاة المكتوبة مباشرة في مكان قاموا صلى النافلة وهذا خلاف السنة هذا خلاف السنة النبي عليه الصلاة والسلام أمر ألا توصل صلاة بصلاة ما معنى الصلاة بصلاة؟ نافلة بنافلة؟ ليس هذا المراد أن لا توصل صلاة مكتوبة بنافلة وإنما يجعل فاصل تتميز به الفريضة يجعل فاصل تتميز به الفريضة فلا توصل الصلاة المكتوبة بالنافلة أو النافلة بالمكتوبة وإنما يفصل بينها يفصل بينها إما بأن يقوم من مكانه أو أن يتكلم أو أن يتكلم فالحاصل أن يكون هناك فاصل بين المكتوبة والنافلة وبعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث وبعض العمومات استحباب تغيير المكان يعني مثلاً صلى الفريضة في موطن وهو لا يريد أن يخرج من المسجد يبقى فيه يغير المكان يغير المكان بعض أهل العلم استحب استحب ذلك وأيضاً من العمومات التي استدلوا بها أن الأرض تشهد تشهد يومئذ تحدث أخبارها يعني تحدث بما فعل بما فعل عليها أو فيها فاستحب بعضها للعلم تغيير المكان لكن الذي جاء في الحديث هو هذا أن لا توصل الصلاة بصلاة حتى يخرج الإنسان أو يتكلم أو يتكلم المهم أن يكون هناك فصل بين الفريضة والنافلة نعم